عقد حزب الإصلاح والنهضة صالونه الثقافي الأول لمناقشة المحور السياسي ضمن الحوار الوطني نقش الصالون أهم الملفات المطروحة من الحزب في الحوار الوطني في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاور رئيسية الثلاثة ومن أهمها المحور السياسي وحقوق الإنسان أشد الصالون بإلغاء حالة طوارئ وحالات الحبس الاحتياطي ومدة حبسه ودع الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها بالفعل الصالون ناقش ملفات مهمة جدا فيما يتعلق حول إنسان في مصر خاصة نحن نتكلم عن الجزء التنفيذي لأن الدولة المصرية والمجتمع المصري ومؤسسة المجتمع المدني أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحول إنسان وكانت بدأت من 2021 إلى 2026 فهنرد نتكلم عن سنة فكان الجزء الأساسي بنتكلم نحن بنتكلم معه سواء فيما ممثلين حزب الإصلاح والنهضة أو ممثل المجلس القومي لحول إنسان أو ممثل لجنة العفر الرئيسي بنتكلم بعد سنة من الاستراتيجية ترى إيه اللي تغير في أبرز التغيرات اللي نفذتها الاستراتيجية في حقيقة كان فيه أخبار إيجابية كبيرة جدا تقالت النهاردة تتكلم عن حول إنسان كان من أبرزها قضية التعامل مع المنظمات الدولية في ملف حول إنسان وأن بالفعل الدولة المصرية زي ما تقال النهاردة من المنظمات حول إنسان هي بالفعل استجابت لأكتر من 80% من الملحظات اللي بالفعل كانت موجهة من المجتمع الدولي فده بيدل على أن احنا فعلا أحرزنا تقدم في ملف حول إنسان ده كان جزء إيجابي اعتبار قضية حول إنسان قضية أساسية قضية مصرية للدولة المصرية الندوة كانت حريصة على الاشتباك مع أن الدولة المصرية دولة قديمة العهد بالتعامل في قضية حول إنسان فهي سهمت في وضع المساق العالمي لحول إنسان في 48 سهمت في سياغة العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية سهمت في سياغة العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الدولة المصرية من 2018 أعلنت أن الجمهورية الجديدة جمهورية حقوقية بالتراز الأول وكم من الحاجات المهمة اللي خرجنا بيها إنه لابد من المتابعة الدورية في الملف حيث أن يكون فيه كل ثلاث شهور وكل سنة لابد أن يكون فيه تقرير عام لما وصلنا فيه من خلال الاستراتيجية لكن برضو فيه توصية أن يلابد أن يكون فيه آليات واضحة لتطبيق الاستراتيجية بحس أن نحن نقدر نتابع عليها وفيه معايير يمكن تقييمها والرقابة عليها وتقديمها لرأي العام أحزاب السياسية واحدة من أهم مؤسسات ومنظامات المجتمع المدني اللي هي دور كبير جدا في تفعيل الاستراتيجيات الوطنية المختلفة ومن ضمنها الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان الدور ده مش تتمس على الدولة مصرية أو المجلس القومي محول الإنسان أو غيرها من المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية لكن فيه دور كبير على الأحزاب السياسية خاصة أن الاستراتيجية نفسها في المحور الرابع فيها تتكلم على التثقيف وبناء القدرات فبالتالي جزء كبير جدا من دور الأحزاب كان كده وده كانت بداية فقط النهاردة أول حلقة نقاشية في سلسلة الصالون السياسي مش هنتناول فقط المحور السياسي لكننا نتناول كمان المحور الاقتصادي ومحور الاجتماعي